مهندس عادل المغربي أحد رموز الديكور السينمائي لأكثر من 35 عام تاريخ ممتد من المشاركة في أهم الأعمال السينمائية والدرامية هو أول من بنى حارة وقصر داخل استوديو صاحب رؤية ونظرة عن دور البناء والتكوين في نقل روح الشخصية والحدث العمل مع قامات وأساتذة الديكور سهم في تكوين شخصية وسينمائية يحترم الوقت ولا يؤمن أن الفن مجرد مهنة بل يعتقد أن الفنان يجب أن يقع في هوى المهنة مهندس عادل أولاً شكراً على الاستدافة في المكان الجميل اللي يشبه كل فنك ومبسوطين قوي أن حضرتك معنا النهار أهلاً سلام بيكم ونهارتونا طبعاً إحنا طول الوقت في شغل عالي بنفتش على كبارات الشغلانة بتبقى من الحاجات الجميلة والمبهجة أن الكبار يحتفظونا بهذا القدر من التواضع أول حاجة لاحظتها في الحوار مع حضرتك أنه مسيرة طويلة جداً 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 يعني ما عرفش حتى نقدمها في كلمتين لكن غنية وفي نفس الوقت حضرتك عندك رؤية في فكرة استمرارية التعلم أنا نفسي أبتدي بها لأنه الهندسة أو فن ديكور زي أي فن بس هل القامات الكبيرة اللي تحققت لسه بتتعلم وبتذكر وبتطلع لأمور جديدة دي عضاية كبيرة جداً وبنعاني منها للجيل الجديد أولاً مهندس ديكور أساس شغلته هو الرؤية أنه يشوف بشكل دائم متغيرات الحياة نحن كل يوم فيه متغيرات في شكل الديكور خلينا نتكلم بشكل الديكور عامة وبعدين نتكلم على السينما والتليفزيون خاصة الديكور كل 3-4 سنين بيظهر موضة جديدة وبتنتهي الموضة القديمة فده معناها أن نحن نفضل دايماً في صراع أو في سباق مع الجديد نشوف إيه الجديد اللي بيحصل في العالم كله اللي بقى أبديت باللي بيحصل نضيفه دي نمرة واحد نمرة اتنين أن المهندس يكون لازم عندهم مساحة من الإبتكار لإضافة الجديد فهي الزوء العام بيختلف بشكل دائم وطول ما إحنا موجودين حيختلف مش هيقعد يعني عندي سؤالين في بعض سأقسمهم قدم قطع أولاً أنه إحنا تنوعنا الثقافي دا كغنى بس الحقيقة أنه إحنا مختلفين قوي يعني بيوت المصريين مش شبه بعض خالص رغم أن تقريباً معظمنا بنعيش في نفس المساحات فهو إيه اللي بيحكم اختلاف الزوء الجامد دا ومش بتكلم عن القرية والمدينة لا بتكلم حتى أزواء الناس في عمارة واحدة في مبدأ واحد لا لا بالعكس هو هنا في قضية كبيرة جدا وهي قضية الزوء باختلاف البيئة يعني مثلاً الراجل اللي عايش في بيت شعبي في حتة شعبية هو عنده زوء بمفهومه هو اللي تكون على مدار سنين هو عشاء تجارب دا ما تبيعفوهش من أنه بقى فيه لمسة زوء أو حتى لمسة جمال خاصة بالست خاصة وخاصة ببيئته هم ست البيت بتحط جمالها وجمال مفهومها ناحية الزوء بمفهوم وأدوات متوفرة لها يعني مثلاً كنا نشوف في البيوت الشعبية ست البيت تعمل زين الرف بتاع المطبخ بورق الجراهد وتقصه على شكل على أشكال طبعاً دا مفهوم ست البيت وحبنا نتقبله في المنطقة دي نتقبل جمالها هنا الراجل اللي في الريف نحن نتقبل جماله لما بيحط النورك بتاع اللي بيسق بيه الزرع ويلونه بألوان بدائية بسيطة بيوت النوبة برغم أنها مبدية بالطوب الني ولكن لمسة الجمال الفطرية رائع هو دا اللي بيختلف من مكان لمكان فكل ما كان ليه مفهوم جمال وليه زوق بيختلف قبل ما سيبقل له تظيم فعبس أقول حاجة أنا مستمتع بالكلام مش عايزة أقطع القالص بس هل دا كمان وهنقل بس على السينما بسرعة وارجع إنه وهل دا كمان كان السبب إنه ساعات نشوف فيلم في سينما فيصور البيت الفقير فقير قوي فنكتئب حتى الأماكن الفقيرة فيها جمالها مش كده؟ طبعا طبعا فكرنا الشباك لأنه ساعات بعض الناس تفتكر إنه كلامنا عن الزوق والجمال والذيكار والنظافة ليه هدعوة بالغنى والفقر؟ لا هي الجمال والذوق والنظافة معيشها بالغنى والفقر ولكن اللي بيحصل في السينما إن إحنا بنتعامل مع شخصيات حالة ديرامية آه يعني أنا مثلا لو أنا بنتعامل مع حالة ديرامية ومفهمها ومكنون الشخصية مهندس الدكور السينما معلوماته الأولى والأخيرة صح؟ من البيت؟ من البيوت؟ من المجتمع عشان كده مهندس الدكور لازم يبقى متميز بإنه عينه آآ كاميرا فوتغرافية لو ما قطعش ليه إنه يصور ممكن يبقى ماشي في الشارع فيشوف آآ حد عامل حاجة بشكل جمالي آآ يضيف له فكرة آآ ممكن يبقى واحد قاعد بيبيع شوية بقدونس ولكن هو عامل عامل لنفسه جمال عامل جمال لنفسه حط المفرج بطريقة ومقصه بطريقة ورصص الحاجات بتاعته بطريقة حتى بتاع الطفاح اللي في الشارع أنا بقى بحب أتفرج على البلكونات يا بشوانس والبلكونات طبعا البلكونات بتقولي عن أهل البيت حب أشوف البلكونات البلكونات برضو من ضمن العناصر المهمة جدا وخاصة في الأحياء الشعبية وده بقى هارجع لحضرتك إن اللي بيجيبه مهندسه كله ما بيعملوش كده ما بيلاقوش الجمال ده يعني مهندسه كله مش قاعد يحط له كم من التفاصيل في البلكونات وزرع محطوط على الصور وطريقة الزرع نفسها والكاشبوه بتاع الزرع معمولي إزاي بالشكل البدائي ومتجمل إزاي أعتقد في مهندسين ديكور ما يجرؤوش إن هم يعملو ده ما يرؤوش في الفصيل دي إيه رأيك في الكراكيب؟ إن عندنا كمصريين ثقافة الاقتناء الكراكيب نغيرها إزاي؟ يعني عندنا دايما وده على فكرة مش موجود بس في الأحياء الشعبية ده حتى في الأحياء الراقية عندنا حب الامتلاك للأشياء وده ناتج من مفهومنا للعلاقات أنا مرتبط بحاجة فبحاول أحتفظ بها أقصى ما يمكن في عندنا العاطفة علي أشغر بتغلب على المجتمع كله وده اللي بيخليني بنتمسك بالأشياء لإني لها ذكريات إتوش عايز تقول كراكيب بس أنا هي كراكيب هي كراكيب بس هي بيبقى لها ذكريات وعادة إحنا برضو في المجتمع كل حاجة بتطلع بتتوظف فدايما عندنا مفهوم أن هنعوزها في يوم من الأيام هنعوز علبة الحلويات دي عشان نعملها علبة خياطة نخط فيها الإبر والبكر هنعوز دي إعادة التدوير حتى نتيجة قديمة يعني نتيجة قديمة هنعوزها في يوم أنا معارش هنعوزها بس هي ثقافة وأعتقد أن مهم إحنا نتخلص منها بس مش سهل يعني بحاول أهرب من أن أنا أتكلم عن السينما لأن إحنا عايزين نتكلم كل الناس لكن عادل المغربي مهانس عادل المغربي الاسم الأشهر في عالم السينما على مدار أجيال عدت المشوار اللي ابتدى مبكرا جدا وكان غاني جدا وخلى حضرتك تتابع مراحل تطور السينما صعودا ومبوطا بقى كل حاجة حصلت فيه ينفع توصف لنا الجيل الذهبي في صناعة دي كورات السينما كان إمتى؟ طبعا أنا أسعدني الحظ أن أنا اشتغلت مع ما يسمى الجيل الذهبي وهم شادي عبد السلام صلاح مرعي أونسى وسيف مخترع بالجواد دي بقى الصورة كانت تتكلم والإضاءة تتكلم طبعا عندهم تفاصيل وأنا اشتغلت بشكل شخصي مع شادي عبد السلام مع حفظ الأركاب اتعلمت منهم يعني إيه سينما يعني إيه جمال يعني إيه نهتم بالتفاصيل الاهتمام ده هو اللي بيولد معرفة وهو اللي بيولد خبرات هو اللي بيولد نجاحات أعتقد ده الجيل الذهبي لصناعة السينما عندي مشكلة حقيقية دلوقتي وأنا بتفرج على الدراما أنا مشاهد مش متخصص أني بشوف تول الوقت بيوت فخمة جدا وحاجات مبهرة جدا جميلة بمنطق الجمال لكنها ما تشبهناش إيه رأيك في حكايدي صلاح لي لو أنا غلطانة لا هو زاهرة عالميا ويمكن لأن حتى البيوت في أوروبا البسيطة منها حلو فإحنا بنتخلى عن بيئتنا شوية فبنحاول نجمل أكثر من اللازم أو أكثر من الدراما وده مفهوم خاطئ على فكرة يعني أنا شايف إن إحنا كصناعة سينما المفترض إن إحنا بندي كل حاجة حجمها مش لازم أبين قدراتي قوي بس أنا أختار لو أنا بعمل حاجة أختار إيه عناصر الجمال اللي فيها عشان أحققه زمان إحنا كنا بنعمل مجهود عشان نوصل معلومة عشان نوصل لحاجة فلازم ننزل وندور على الكتب ونشوف الأماكن ونعيش مع ناس النهاردة بقى أي حد عاوز ديزاين بيخش على النت ويطلع فبقت الحكاية كلها فيها نوع من الاستسهال مش أسهل ولكن فيها استسهال أه هي بقت أسهل بس أحنا بنستسهل أحنا بنستسهل يعني أصد الوصول معلومة أسهل يعني أغلق النهاردة مثلا أنا لما بيجيني فيلم أو بيجيني مسلسل لأ لازم أنزل في أماكن حقيقة وأشوف وأعين مرة واثنين وعشرة بدأت ما أستقر على مكان ما وبتدي أخد المخرج أوريله يعني إحنا مثلا عملت مع خالد يوسف مثلا قبل الفيلم قبل الفيلم عدنا مثلا عدنا شهرين أو ثلاث شهور يوميا بنلتقي في الأحياء الشعبية نشوف الناس بتتعامل إزاي مع الأشياء نشوف عناصر الجمال نشوف الناس بتلبس إزاي وبتتكلم إزاي وبتتعامل إزاي واللي بيحط في بلاكونة زي ما حردك قلت بيحط فيها إيه وليه وإزاي يوصل للشكل الجمالي ده أعتقد نحن مفتقدينه دلوقتي في الجيل الجديد إنه بقى عنده نوع من الاستسهال في إنه يحط فكرة أو إنه يعمل مجهودة عشان يوصل للشكل المطلوب مسلا الحضرتك يا بشمانس باختصار بناء على الكلام اللي حضرتك بتشاركنا بيه إنه إزاي ديكور في السينيما هو ترجمة للشخصيات مش العكس في البيوت ينفع يبقى الديكورات كده ينفع نفكر أو مهانس الديكور يفكر إن البيت يبقى شبه شخصيات صحابه هو ده طبعا سؤال ذاكي جي هو لازم يكون شبه صحابه أنا علاقتي بالديكور في الإنتيريور بتنتهي بعد ما بسلم أيه؟ لكن هما ممكن يعودوا فيه سنين طويلة أنا مقدرش أحط ألوان هما مش حبينها مقدرش أحط أكسسوار أو ستايل شغل هما مش حبينه فالمعطيات اللي أنا بعملها أو لازم أخدها من اللي حيسكن اللي قاعد هو بيحب المودرن هو اللي بيحب الستيل ولا بيحب الاندستريال فهو بيوجهني لما واحد دور مهانس الديكور عامل زي خلانيه اللي زي التارزي هو بيفصل الفستان على زوء ومعيسه مش على زوء هو على زوء العميلة آآ على زوء العميلة هو بيعرف ولكن هو يوظف إزاي الداتا اللي عنده بذكر المعطيات بقى اللي بناخدها من الناس يلا أي مدى تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيفنز أو المعطيات اللي ممكن تتقدم للماشين ممكن تبقى بتحد الإبداع إحنا عندنا مفهوم خاطئ ناحية التكنولوجيا والسوشيل ميديا السوشيل ميديا مش إننا أنقل ولكن هي بتفتح لي أفكار أنا كمهندس ديكور إزاي أوظف التكنولوجيا في طريقة الإبداع مش في النقل فيه فرق كبير جدا يعني نهارده أنا ممكن أعمل الدزاين اللي في دماغي على السريدي ده مش معناه أن أنا أنقل سريدي موجود مبارا موجود في مكان تاني لا هو ده مش الإبداع في رحلة العمل بتاعت حضرتك وتحديداً دي كوري سينيمائي الأكتر يعني شخصيتين بيتزامن شغلهم مع شغل حضرتك المخرج ومدير التصوير أي أكتر حاجة تريحك إذا حصلت أو شكل التناغم بين السلاسي ده اللي يطلع شغل حقيقي يخدم الدرامي طبعاً في تجربة حصلت معي أو تجربتين حقيقة تجربة حصلت مع محمد ياسين ودكتور محسن أحمد إن إحنا كنا نرسم الكادرات بشكل دائم يعني كان معظم التصوير بيتم في دي كور حارة تم بناءها للفيلم أنا ومحسن أحمد بدأنا نصور الحارة دي كل يوم من الصبح من الفجر للمغرب صور فتغرافية عشان نعرف إيه أحسن وقت التصوير كل زاوية ودي كانت تجربة فريدة آه طبعاً يعني ده السلاسي المخرج طبعاً محمد ياسين حد جميل إزاي نرسم كادراتنا إن الكادر ده يقول لي هنصوره دلوقتي يقول لي ده أنسب وقت لي الساعة ثلاثة يبقى استخدام الإضاءة استخدام الإضاءة مع المخرج ومهنس الدكور وده حصل مع يسر نصر الله وحصل مع شوق المجري وإحنا بنعمل نابليون والمحروسة كنا بنختار الكادر ونستنى لغاية ما الشمس اللي إحنا عاوزينها تيجي فنقول لي الكادر ده هنصوره المشهد ده هنصوره الساعة ثلاثة ونص المشهد التاني هنصوره الساعة أربعة ده حاجة مؤثرة وفضلت في تاريخ السينما حضرتك بتدرس في معهد السينما أكتر حاجة تلفت نظرك وتشوفها إيجابية قوي في الأجيال الجديدة وأكتر حاجة بتخاف عليهم منها أنا يعني همني جدا في مهنس الدكور إنه ما يتوقفش عن الابتكار لو استسهل واتجه ناحية السوشيال ميديا تطلع كل حاجة شبه بعض إحنا في برامج مثلا بنشوفها كتيرة نلاقي الدكور قريب جدا من بعضه ده لأن المصدر اللي هم نقلوا منه واحد حلو دي ننجع واحد نمرة اتنين إن مهنس الدكور لازم يستفيد من تجارب اللي قابليه مش ينقلها يعني لازم يستفيد بالتجربة ويطورها يعني إحنا يمكن الجيل الحالي عنده طول الوقت تحدي الميزانية تحدي الميزانية اللو بودجت دايما كده اللي بيشتغلوا في المجال عارفين الجملة دي وبذكر البودجت إيه الحاجة اللي حضرتك تتحمس تشتغلها حتى لو لو بودجت والعكس لو حاجة بودجت عظيمة بس ما حبش عملها لا هو طبعا الأعمال التاريخية بتستهوينه جدا يعني خلينا اتطفق بس على حاجة مهمة جدا إن كل المنتجين في مصر ما عندهمش ميزانية للديكور مجال؟ أول كلمة بتتقال يعني أول كلمة بتتقال أنا عاوز ما عنديش ميزانية فعاوز تلميلي الميزانية ده دور مهنس الدكور إحنا بنتعامل مع منتج مش حقيقي يعني أنا لما بعمل فيلا أنا مش بعمل فيلا حقيقي أنا بعمل فيلا تبدو حقيقي بزبط لكن هي بخامات غير حقيقي فدي عبقرية مهنس الدكور طيب دي حاجة مريحة جدا اللي خدتك بتقوله لأنه ما ينفعش نتحجج بالميزانية القليلة ونطلع حاجة مش حلوة وفي نفس الوقت ما ينفعش نبخل قوي على الديكور لأننا مش شايفينه عنصر مهمة لا هي لازم بيقى فيه موازنة الموازنة ديت لازم بقى ليها إبداع طريقة إبداع طريقة إخراج للمشهد ككل بقى أقل إمكانية طبعاً أي مهنس دكورية أتمنى أن يبقى فيه ميزانية ولكن أنا اللي يهمني أكثر من الميزانية هو الوقت إن أنا يبقى عندي وقت أعمل ديكوري يعني أنا لو بعمل ديكور في أسبوع ومعي مليون جنيه وبعمل ديكور في 15 يوم ومعي 500 ألف جنيه ده أفضل لي لأن هنا مساحة الإبداع بتبقى أحلى طريقة التفكير بتبقى أهدى مش عاوز أخلص بسرعة الفينيشينج بيقى مظبوط فأعتقد الوقت أهم من الفلوس الانتين مهمين بس الوقت أهم من الفلوس عشان الفن إحنا في ختم لقاءنا كده بنعمل دايماً حاجة كده مع كل الضيوف إننا بنلعب لعبة التداعي الحر بنقول شوية كلمات أعتقد إن ليها واقع خاص عند حضرتك وشاركنا بأول حاجة جات على بالك لما سمعت الكلمة دي طبيعي يعني لازم أول حاجة أسأل حضرتك عنها السينيما السينيما دي عالم سحر بيخطف المهلة لو الإنسان خدها على إنها وظيفة أو مكانة اجتماعية مش هيحقق ناجحة لكن لو المهنة دي كانت إبداع كانت هواية أعتقد إن مهندس الدكور الأنجح في مجال السينيما وفي تاريخ السينيما هو اللي اتعامل مع المهنة على إنها هواية الصنع أفتكر صلاح وأنسي إن لو حضرتك دخلت الدكور اللي فيه صلاح مرعي أو أنسى وصيف لا يمكن تكتشفي مين مهندس الدكور من وسط العمال فطبعاً ده اللي عمل صلاح مرعي أو ده اللي عمل أنسى وصيف وده مستوى تاني من الفن هو يتعامله مع الحيطة على إنها لوحة بس لوحة كبيرة شوية فبيهتم بكل جزئية في المكان كل قطعة أكسسوار بتتحط هو من أقيها ومختارها ها دي الصنع الحقيقية الإنسان لو وصل لها هيحقق مجاح كويس أخيراً النجاح تعريفك للنجاح مكافأة مكافأة طبعاً النجاح مكافأة لكل مجتهد المواصل أنا أشكرك اللقاء ده بالنسبة لي برضو مكافأة حلوة وفرصة حلوة جداً أنا أشكرك جداً جداً على الوقت المنتقى ولا إنك واحد حقيقي من الناس اللي بصمع أنا استمتعت جداً والحمد لله يعني الواحد بيبقى نفسه يطلع حاجات كتيرة من جواه وأشكرك على اللقاء أنا بشكرك شكراً